لما إجي للقرآن أشوفه مخالف لما ذكرت لما ذكرت نعم صحيح لأننا نحن عرب ونفهم القرآن يعني فيه أشياء يا أمير نقدر نفكرها أشياء تقدر تفكرها لأنها غير مفهومة وفيه أشياء ما تتفسر أي عرب يفهم القرآن فيه بطون أخي كريم كلام جيد القرآن فيه بطون هذه البطون لا يفهمها لا أبو موسى الأشعري لا أبو بكير لا عمر يفهمها النبي الذي قال عندنا وعندكم أهل البيت مع القرآن لن يفترقه لن يفترقه القرآن عندكم تائه وضائع عندكم وكل يفسر برأيه كل يفسر بكيفه كل واحد يحكي كل واحد يفتح لدكان ما احترامه إليك كل واحد يفتح لدكان كل واحد يقول تفسير بكيفه مجاهد تفسير عكرمة تفسير علقمة تفسير ابن عباس تفسير هذاك تفسير كل واحد عنده تفسير ليش؟ ما كن فحات انضباط 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 أخيك كريم لأ ما كسبت ولكم ما كسبت شوف ولا تسألون عما كانوا يباك جيد فانت الان اسمح لي اسمح لي أجاوه على هذا لا 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 ما يصير واحد واحد طيني ما جاوه طائب يلا شوف انت الان عندك المشكلة اللي موجودة عند عكرمة عند ابو موسى لا شعري عند ابن عباس انه تفسر القرآن برأيك تلك أمة قد خلت هي قد خلت الله ما يسئلك على مثلا مثلا على انه عمر ليش كان يصعد على الجبل شنو كان يسوي ما يسئلك لكن انت اذا سويت مثل عمر راح يسئلك لا تسألوا عما كانوا يفعلون بشرط انه ما تتبحهم وإلا الله عز وجل يقول ولا تركنوا إلا الذين ظلموا فتمسكهم النار بس انتظر انتظر أخي كريم انت شون تركن إلى ظالم وهو ظالم ممكن يكون قبل 1400 سنة ممكن يكون قبل 5000 سنة ممكن يكون قبل يومين فهذه الآية ممثل ما انت جنابك الكريم تفسرها انه انه أنا ما انسئل عن فعل عائشة انت ما تنسئل عن فعل عائشة أما إذا انت سويت فعل عائشة لا والله تنسئل وتقعد يمهي يحطوا لك مقعد لازم تفتهم أخي الكريم لازم تفرقون ما معقولة له المستوى لازم تفرق ما بين انك لا تسأل عن فعل الظالمين ولكنك تسأل ان اقتديت بهم ما هو الاقتداء بهم الاسلام واضح الاقتداء بهم اهاا الان دخلنا في روايات ابو بكر وعمر وعائشة هذا هو الاقتداء لا لا هذه مبرايات يا حميد يا تقنعني يا اقنعك واحدة منها لا انت متقنعني يا اخي كريم ولا انا اقنعك انا جالس اكلمك انت الان تقول ما هو الاقتداء بهم واننا نسير على سنة الظالمين هو هذا انك تدافع وتحب امرأة مثل عائشة متفحشة مثلا من اجاز لك ان تقتدي بسنة هذا هل تقبل على نسائك ان يقتدين بعائشة سؤال طيب اذا حادثة الافك كانت لما الآن اترك الافك هل تقبل على نسائك ان يقتدين بعائشة نعم هتقبل رضي الله عنه هتقبل ان يرضعنا الرجال يرضعنا الرجال هل يوجد دليل من القرآن بيني وبينك دليل من القرآن شنو القرآن هي هذه الرواية في صحيح مسلم في البخاري اخي كريم أنا عندما اقارن بين السنة والشيعة ها انت تأخذ روايات تطبقها على القرآن صح تدري لماذا اقول دقيقة 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 انت تأخذ روايات تطبقها على القرآن صح لانك انت ما ترجمني بروايات الشيعة واحنا ما أرجمت بأحاديث السنة أخي هذا الحاديث مثل ما تقول أحاديث السنة في صحيح مسلم رضاء الكبير رضاء الكبير في صحيح مسلم في البخاري رواياتكم صحيح مسلم في البخاري ايه الآن تريد تطلع الآن على الجوجل القرآن ماذا قال أنتم عندكم أخي كريم عوف القرآن هذا بمثابته يعني انت الآن تطعم بالبخاري ومسلم صح أنا مسلم أنا لدي قرآن أنا الآن شكرا إلك شكرا. 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 اشتركوا في القناة